سيدة نائبة صفاء عايز اتكلم معاكي عن يمكن اهتمام كبير قوي بتوليد دولة للتعليم الفني وعشان كده احنا يمكن نكون عاديين من فترة مع احد رجال الصناعة في مصر كان موجود معنا وبينقش على فكرة او مشارك في الحوار الوطني وتكلم عن حابب قوي انه يشوف من وزارة التربية والتعليم لجنة مخصصة ومن رجال الصناعة لجنة مخصصة ويبتدوا يتناقشوا ويبقى فيه زي قومينا كيش ما بينهم او تواصل ما بينهم عن احتياج رجال الصناعة للمهارات وبالتالي يبتدي متخصصي طبعا الموجودين من وزارة التربية والتعليم ادرجها في المناهج بحيث انه يخرجوا لنا جيل موجودة او عنده المهارات دي فبالتالي يناسب سوء العمل التعليم الفني تم نقاشه ازاي في هذه الجلسة هل كان فيه محور اهتمام لي بما انه طبعا جزء مهم من التعليم قبل الجماعي كلمينا اكتر عنه وما تم طرحه بما يخص التعليم الفني في هذه الجلسة حقيقة طبعا كان فيه اهتمام كبير جدا بالتعليم الفني مبارح وكان فيه عدد من التوصيات وعرض مشاكل وتحديات كتير في التعليم الفني وزي ما حضرك بتقولي لا التعليم الفني حاجة مهمة جدا لو احنا فعلا الدولة بتسعى وعندها رؤية واضحة جدا للتنمية الاقتصادية والصناعية التعليم الفني هو جزء من المعادلة دي وحنا بنشوف دول كتير جدا زي المانيا وزي اليابان التعليم رقم واحد هناك هو التعليم الفني طب نرجع هنا مشكلتنا ايه في الاساس هي اه مسئولية مشتركة ما بيننا وما بين المواطنين انا لسه هنا عندنا كمجتمع مشكلة مع التعليم الفني والنظرة المجتمعية ليه وده بالبداية اللي احنا عايزين نتكلم فيها ان انا لسه في معظم الاوساط بعمل التعليم الفني ان هو تعليم الدرجة التانية اللي ملحقش غير المتفوقين اللي ملحقوش السنوي العام هما اللي هيدخلوا تعليم فني فطبعا الطالب يبقى داخل محبط جدا طب هل هو ده الواقع او هو ده الحقيقة لا طبعا انا ببقى شايفة ان التعليم الفني ده 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 الطالب اللي بيبقى بيتعلم حاجة مختلفة اللي يبقى عنده جزء تقني مش بس جزء نظري وهو لسه في المرحلة الثانوية بيقدر ياخد جزء بيطبقه بيديه وجزء تطبيقه وبيدخل ورش ومعامل وما الى ذلك طيب احنا محتاجين ايه وإيه اللي تم منقشته البارح اول حاجة احنا قلنا التحديات والمشاكل في التعليم الفني اولا انا اه عندي طبعا طفرة كبيرة في عدد من المدارس وعندي نموذج ناجح جدا وهو مدارس التكنولوجيا التطبيقية ودي اللي فيها التعليم الفني اللي احنا بنسعاله ولكن طباق المدارس التكنولوجيا التطبيقية هي نسبة ضئيلة جدا من المدارس التعليم الفني طيب هبص انا عندي التعليم الفني ده تعليم فني زراعي وصناعي وتجاري تعليم الفني الصناعي 54% من اجمالي مدارس التعليم الفني طيب انا دلوقتي هل الورش كلها فيها رفع كفاءة وفيها متوفر فيها الخامات ومتوفر فيها ان الطالب يمارس بيديه طيب بعد كده انا بضمن ايه بضمن ما صار مهني واضح لطالب وخريج التعليم الفني ده للأسف مش موجود ومش متاح لكل الناس احنا مرة يعني في اطار البحث ومنقشة قضية التعليم الفني تواصلنا مع اوائل الجمهورية على سنين مختلفة في التعليم الفني الصناعي فانت دلوقتي كنت اول او اولى على الجمهورية في شعبة زي الالكترونيات او الكهرباء عملت ايه؟ بحضرك متخير يعني ايه الاول؟ يعني الاول على الجمهورية ده اللي هو اشتر حد في العملي اه النبغة اللي في العملي هو اشتر حد في النظري هو اشتر حد فده حد احنا مفتوط نخطفه كده ونركز معاه صحيح حضرك عملت ايه بعد كده؟ دخلت معها تفني صحي حاجة تانية خالص حاجة تانية خالص بعيدة عن المصار والشهادة والحاجة اللي هي متفوقة فيها كمان مش بس الشهادة ده هي متفوقة انت مش زي اي حد خد الشهادة دي ده حضرتك وحضرتك متفوقة جدا فهنا طب ايه اللي خلاك يتغذي المصار ده؟ فقط لان فيه وظيفة مضمونة فيه تكليف هيجي للمعاهد الفنية الصحية وفيه ضمان للوظيفة وانا عارف ان انا هيكون عندي مصدر داخل من ده وعشان كده احنا طرحنا مبارح في جلسات الحوار الوطني فكرة ريادة الاعمال كنت لست اسألك اه اه طبعا ده مكون مهم جدا ولازم يكون موجود ومفاعل فيه الفصول ومفاعل فيه مناهج التعليم الفني وازاي ان انا ادرب المعلمين كمان ان هما يشتغلوا على مناهج معتمدة على العصف الزهني معتمدة على المناقشة والحوار والورش العمج الطلبة المصرية هي طلبة مبتكرة ولكن هي عايزة تتحط على مصار مزبوط ان يكون ادارتي للفصل مختلفة طلاب التعليم الفني هما ناس دماغهم فعلا مختلفة بيفكروا بشكل عملي جدا مش نظري عارفين التكنيكاليتيز كتيرة وحاجات تقنية وصناعية كتيرة جدا انا بس محتاج اوجههم ازاي يتم استغلال ده بشكل مزبوط وازاي يقدروا يعملوا مشاريع ويعملوا افكار مبتكرة تخدم المجتمع وتخدم بلدهم وتخدمهم شخصيا كمصدر داخل اليوم